على هامشي أعمال الدورة الرابعة والأربعين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع وزير الخارجية الليبي محمد الدائري وأكد خلال الاجتماع على موقف الكويت الداعم والثابت في ترسيخ عناصر الأمن والاستقرار في ليبيا وترأس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وفد دولة الكويت باجتماعات وزراء الخارجية العرب التي تبحث مجمل قضايا العمل العربي المشترك الرهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بمقر الأمانات العامة لجامعة الدول العربية انطلقت أعمال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد المئة لمجلس وزراء الخارجية العرب بمشاركة وفد دولة الكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حيث بحث الاجتماع مجمل قضايا العمل العربي المشترك على المستويين السياسي والاقتصادي خاصة فيما تعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في القدس المحتلة وقضية الاستيطان في مقدمة التحديات أمامنا دائما هي قضية الفلسطينية قضية المركزية المحورية التي لا زالت تعاني من سداد أفق الحل والتسوية النهائية القائمة على مبدأ حل الدولتين على الرغم من الجهود المضنية الفلسطينية والعربية والانجزات الدفلوماسية التي تحققت بالفعل والتي أسفرت خلال الأيام الماضية عن إصدار قرار من الجميع العامة للأمم المتحدة برفع علم فلسطين فوق مقار الأمم المتحدة يجب أن تعلموا أن الاستيطان من وجهة نظرنا ليس عبارة عن حجر يبنى ومستوطنة تبنى وإنما هي منظومة متكاملة تبدأ بالقرار بالمصادرة وتنتهي بالبناء ومن ضمنها هناك أيضا الجيش الذي يحمي هناك المستوطن الذي يهاجم هناك الجسم القضائي الذي يوفر الغطاء القانوني هناك القرار السياسي الذي يدعى وعلى همش الاجتماع قد وزراء الخارجيات العرب جلسة تشورية لبحث قرارات القمة العربية الأخيرة بالإضافة للأوضاع في كل من العراق واليمن وليبيا وقد أثنى الوزراء على جهود دولة الكويت في دعم الشعب السوري ومعالجة أزمة اللاجئين السوريين كمن الدول العربية المنحة ودول الخديج العربية قدمت الكثير من المساعدات وعلى وكل خصوص أود أن أنوه باستضافة دولة الكويت لمؤتمرات المنحين الدوليني الثلاث لدعم الوضع الإنساني في سوريا وذلك تحت الرعاية الكريمة لحضر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وبحضور المبعوث الأممي الخاص لسوريا استيفان ديمتسورا ناقش الاجتماع جهود الحل في الأوضاع السياسية في سوريا في ظل عرض المبعوث الأممي للتقرير حول الجهود السياسية مع أطراف النزاع كما التقى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخديجية في لقاءات تنائية مع كل من استيفان ديمتسورا المبعوث الممي الخاص لسوريا ووزير خارجية ليبيا محمد الديري بالإضافة إلى وزير خارجية موريتانيا حمادي ولد أميمو نحن استمعنا اليوم إلى الحديث للمبعوث الدولي ديمتسورا فيما يتعلق في سوريا ووضع المجموعة العربية في صورة التحرك الدولي باعتباره أيضا مبعوث دولي فكان هناك حقيقة الكثير من الأسئلة والجهة للمبعوث الدولي وأيضا تم مناقشة الكثير من القضايا بما فيها الوضع في ليبيا والوضع في اليمن هو مجرد محاولة من قبل ديمتسورا ليطلع وزير خارجية العرب باعتبار أن سوريا دولة عربية وأن الجامعة العربية مهتمة بالأزمة السورية خاصة مع تفاقمها في الأوان الأخيرة حضوره ينبع عن أنه يحاول أن يشرك الجانب العربي في دعم خطته لإيجاد حل سياسي لسوريا والحل السياسي أسسه واضحة في مبادرة جينيف 28 بندن على مائدة اجتماعات وزراء الخارجية العرب بهدف معالجة كل القضايا العربية المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية ويأتي في مقدمتها تفعيل قرارات القمة العربية الأخيرة كريم فتحي تلفزيون دولة الكويت القاهرة